وحسن الأحمد معدد تحقيق يحضر معنا في بلاتو الظاهرة أهلا بك حسن أهلا رحمة إذن لماذا تتكرر هذه المشاهد المؤسفة في كل فصل الصيف؟ رحمة ما في الأمر أن غياب الوعي والحس البيئي عند البعض وغياب المواطنة الحقيقية تجاه فضاءاتنا العامة هو الذي يتسبب في هذا الوضع والمسؤول الأول والأخير نحن من نسي إلى البيئة المحيطة بنا من خلال سلوكياتنا المشينة سواء تعلق الأمر بالآباء أو الأبناء أي أن بعض الأباء يقصرون في منح أبنائهم التربية الكافية في تعاطيهم مع البيئة بالمقابل نجد بعض الأباء بدورهم يضربون عرض الحائط القوانين الجاري به العمل يلوتون رحمة أماكنهم وينسحبون في صمت كأن شيئا لم يقع إذن حسن أمام هذه الصور المؤسفة هل من جهود مبذولة لتغيير هذا الوضع؟ كما تابعنا رحمة من خلال الشاطئ عين دياب ولل مريم فالشاطئان يستقبلان آلاف المصطفين كذلك الشريط الساحلي الرابط بين عين سبع والمنصورية يعيش على نفس الإيقاع رقم يلقي بدلاله على سلامة الشواطئ فالمواد البلاستيكية التي يلقي بها المصطفون والقارورات تؤثر بشكل كبير على حياة الأسماك والكائنات البحرية وكذا على جودة الرمال والمياه ومن أجل حماية الشواطئين أطلقت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة للا حسناء حملة تحت شعار بحر بلا بلاستيك تسعى هذه المبادرة البيئية إلى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البحر والمحيطات من مختلف مصادر التلوث وتحديدا حمايتها من التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية إلى جانب البرامج التي تطلقها المؤسسة هناك جمعيات وشركات وجماعات محلية تنخلط بدورها في التعبئة والتحسيس لم نتمكن من الحصول على أرقام مضبوطة حول كميات النفايات الملوثة للشواطئ التي تقوم بجمعها شركات نظافة لكن الأكيد رحمة أن البعض بوعي منه يلوث الشواطئ دون أن يدري خطورة ما يقوم به على مستقبل البيئة والأجيال المقبلة كذلك نلتقي في الأسبوع المقبل رحمة مع ملف آخر إن شاء الله نتمنى بدورنا أن تتغير هذه السلوكيات المشينة إلى فرصة مقبلة حسن ترجمة نانسي قنقر